تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصلاً هاتفياً من ناظره اليوناني نيكوس دين دياسا تناول تطورات الوضع في السودان وكذلك أهم ملفات التعاون السنائي بين البلدين أوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الاتصال شهد تأكيد طرفين على خطورة الوضع الرهن في السودان وضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أعلى وجه السرعة وذكرت الخارجية أن الجانبين اتفقاً على أهمية التعاون مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً وضرورة عدم التدخل لأي أطراف خارجية بشكل يعقو جهود احتواء الأزمة